هل يستطيع الشباب إيجاد مجتمع رياضي أكثر في سلطنة عمان؟ بأفكارهم وأطروحاتهم من خلال رؤية عمان 2040 في مقالات التعليم وريادة الأعمال وما هو دور وزارة الثقافة والرياضة والشباب في إشراك الشباب العماني في اتخاذ القرارات؟ أسئلة يناقشها مجموعة من الشباب اليافعين مع المسؤولين لتتوسع مداركهم وليعطائهم حق الحوار فعائلية مثرية جدا استفدنا فيها في طرح أفكارنا وأراءنا واستطلاعاتنا للمستقبل المشرق بإذن الله طبعا رأيي الشباب مهم جدا واهتمام وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب أفادنا جدا بإذن الله نتطلع لمستقبل مشرق وملئ بالنور والضيال حدثنا في عدة محاور ولكن ركزنا على ثلاث محاور منها وهي الدور الثقافي للشباب للتطور الرياضي في السلطنة وأيضا رؤية عشرين أربعين ودور الشباب فيها وأخيرا تطرقنا إلى دور الشباب وارتباطهم بالرياضة يتسألون عن مركز الشباب وعن أهمية مشاركتهم الرياضية ودعم الأطفال والشباب دول إعاقة وفرص المشاركة في هذه المساحة الحوارية التي قد تعزز فهمهم للواقع عن قرب يوم قابلنا نخبة من الطلب المميزين الحمد لله وكان أطروحاتهم ونقاشاتهم جميلة جدا استفدنا كثيرا منهم استفدنا كثيرا من المقترحات التي قدموها وكانت فعلا لقاء جدا طيب وإن شاء الله نستمر مثل هذه اللقاءات في مختلف المقالات ونتمنى أن الدراسة هذه تخرج إن شاء الله بنتائج وتوصيات من شأنها إن شاء الله أن تخدم هذا القطاع واهتمام بالشباب بإذن الله من بين المحاور المطروحة للنقاش أيضا مدى تأثير جائحة الكورونا على الصحة النفسية على الشباب وتأثر التعليم وبعض المواضع ذات العلاقة بمتطلبات الشباب مشاركة الشباب من الفئة العمرية المختارة في جلسة حوارية مثل هذه تعد مثمرة مع صناع القرار فهي جلسة تناقش أهم القضايا وتعطي فرصة للشباب للمشاركة بآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم إبراهيم بن سالم الهادي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسقض